تحية صباحية تحية زكية لكل من يتحق بنا اللحظة مرحبا بكم معنا مشاهدين في هذا البث الحي والمباشر لمجريات ثاني أيام امتحان شهادة الباكالوريا دورة جوان 2022 إذن ننقل لكم مشاهدين مجريات هذا الامتحان من مختلف ربوع الوطن من الشرق وأيضا من غرب البلاد وأيضا أراء المختصين القانونيين والأساتذة أيضا كما هو الحال اليوم مشاهدين وحتى أراء الأولياء والتلاميذ الممتحنين من خلال التقطيات المباشرة إذن مشاهدين ما تنسوش التلاميذ اليوم وفي اليوم الثاني من هذا الامتحان المصيري يجتازون مادة اللغة الإنجليزية لتمثل هاجس بالنسبة لمعظم التلاميذ هذا ما وقفنا عليه وهذا هو موضوعنا للنقاش الآن مع دليلة فالكو أستاذة لغة إنجليزية حاضرة معنا في الأستوزيو صباحك سعيد أستاذة أهلا وسهلا بك معنا يسلمك عيشك صباح النور شكرا على استضافة شكرا على تلبية الدعوة أيضا اللغات الأجنبية ككل بشكل عام اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية تمثل هاجس بالنسبة للتلاميذ لكن الهاجس ليس وليد اليوم لأنه يطلب التكوين تاراكمي ليس كذلك؟ حقيقة المشكلة لدينا اليوم أنه طالبات تعناك يليحقوا لهذه المرحلة يليحقوا البكالوريا يجيك وهو ما عندوش باقاج ما عندوش باقاج يقول لك كيفاش ندير كيفاش ندير وسكتول اللغات الأجنبية يقول لك مادة أساسية وعدنا المعامل الخمسة اللغة الأجنبية لازم نخدم فيها الإشكال أنه وش راك تقولي أنه كي يطلع من المتوسط وحتى من الابتدائي من الابتدائي من الابتدائي نحن اليوم ما نحكوش بزاف عن الابتدائي خاطرش اليوم أنا نحكي خاصة عن اللغة الإنجليزية حنا في الابتدائي اليوم في المؤسسات ديالنا ما كاش بزاف ليرهم يديروا اللغة الإنجليزية بلك في المؤسسات الخاصة لكن نحسون خلال سنوات المقبلة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله من السنة الثالثة الثانية الثالثة إن شاء الله إبتدائي طيب الإشكال وين راح ما يعطيش اهتمام لللغة يلحق للباكالوريا يصيب لي مكانش مكانش مستوى إحنا راح ينضيروا إحنا بربي إن شاء الله بينسوا مش مال في نضيروا معاهم صيب يروحك تعاودي دي تخيك دو بعز معتها متقدرش تعطيروا البرنامج كي مارا ما يلحقش ما يلحقش وبرنامج تعنا مكتف سيب يروحك بالسيف تعاودي له وشقرة من المتوسط إلى يومينا خط شو كانت مدي له وشكاية اليوم برك يفهمك وخليني نقولك بين قوسين نقولها صراحة هناك تكفير للغات الأجنبية في الجزائر يقولك من تعلمهاش مش هي اللغة تعنا وش راح نديرها هذه عندما نصيبها كتر وكي يقولك من إحنا نقوله عندنا في دين تعنا من تعلم لغة قوم سليما شرهم صحيح أستاذة صح عندك الحق لانا هذه يصبتها كتر عند من؟ عند الدكور كتر من الإينات الإينات يحبوا اللغة ويتباهوا بيها منتقرب التلاميذ باش تعرفي هاد الأمور الدكور عندهم هاد يكتع أنا راجل نهضر بالعربية شغول عندهم يحسب لي سين كومبلكس سين كومبلكس وكان يهضر باللغة أجنبية مش هيكمل بيانسورة عندنا يلمين وغيتي أقلية لي عندهم هاد الإشكال بس حصدقيني لو كانت فوتية تحبيها في اللغة والله العادم غير تنحيها له خطرش المشكلوين راح ماشي اللغة لي صعبة اللغة الإنجليزية سهلة بزاف لو كان عرفوك ش اللي حقوها بركة التلمية صحيح والمجتمع الجزائري عنده قابلية كبيرة ريتعلم اللغات معروف ومن فنه تقالله يبهرك ينطقوا قاع اللغات بفصاحة وكل اللغة الأم ديالهم علش قلت لك الإشكال ديالنا أننا لازم نحببوهم في اللغة وعلش نهملوها في الأطوار الإبتدائية والأطوار أيضا المتوسطة ربما هي اللو كان بدينها من الإبتدائي بعد نشهد الإشكال يوم مع صحاب الباكالوريا بعد نشهد الإشكال يوم مع صحاب الباكالوريا خطرش كيكون صغير وش تمديلو يتقبل من عندك اللي تمديلو عنده الله يبارك عنده هنا من ساحة وين يخزن اللي تمديها لو يتقبلها من عندك احنا يخلو حتى يكبروا ومبعد يجي يجري لك كيفاش ندير وستاذة كيفاش ندير بصح صدقيني والله غير اللغة سهلة اللي يعرف كيفاش يلحق لها وعندنا دي تكنيك عندنا دي تكنيك معتها كي يلحق لك دورك خلاص تيرمينال اللي همنا بيناتنا اللي همنا انه العلامة اللي لازم يتحصل عليها دورك الباكالوريا خطرش اللي حبي يتكلم من اللغة قم كايين دورك تكوينات يقدر يكون نفسه صحيح احنا هاد العامر انا وقت محدد لازم تمديله بزاف حوائج في وقت صغير اذا نشوفو للأسف من جهة غياب التكوين هناك تأخر في الاهتمام باللغة الانجليزية ثم يوم الامتحان هناك في الباكالوريا في الموضوع موضوع الامتحان نشوفو اسئلة ورقة نشوفو ايضا وضعية ادماجية تحتوي على نص تعبيري اذا هو ربما ما يقدرش يجاوب على الاسئلة مطالب انه يكتب نص تعبيري في موضوعين ما هي التلاميذة تعنا وش هم شايفين هم شايفين باللي كي يقرأ لغة وش علم مش يبازيوا بزاف الجراما على القواعد ديالها يقرأ لك عام كامل غير الجراما بصح الامتحان ديالنا كينشدوه عندنا نص عندنا هادلا باكتي جراما وعدنا الوضعية الادماجية منين رح يكتسب هاداك الفوكابيولاغ اللغة هاداك منين رح يكتسبها باش يقدر يعطي لك وضعية ادماجية سين النصوص لازم منحلوا عام كامل بزاف النصوص خطرش على بالك بالي المواضيع اللي عندنا عندنا تلتنا مواضيع حناية في الباكالوريا ان شاء الله دونك قد ما يحل النصوص نفس الفوكابيولاغ لو رايح يتعاود معتا يتعود عليها ما يقدرش يقول لك ما كانش منها يقول لك ما نعرفش هما هاوليك غير يجي كده هو الهاجسة ما نقدرش ندير وضعية ادماجية ما عنديش فوكابيولاغ اللغة فوكابيولاغ رح تكتسبه قد ما تحل النصوص قد ما تكتسب فوكابيولاغ اللي يحفظوا وضعيات ادماجية يعني مش يوجدوا يقول لك كاين مواضيع كاين ربما ديتام يتعاودوا سماويا رح يحفظ لك وضعية ادماجية خاطئ فادح هذا شوفي لو تام يتعاود عندنا الاثيكس عندنا سولر سيستم عندنا ادوكيشن لي تام يتعاودوا ولكن السؤال ما يتعاودش نفس السؤال ما تقدرش تحفظ لي ما شي ما قاله وتحفظها وتروح تقدمها في الامتحان ايضا لي ما يحضرش يدخل يعني الامتحان اعمل تحفظ خليني شوفي كايلي قولك حتى يعني بصريح العبارة شادي مادي نشوف نحط هنا خاصة ترو فولس انا شافية ترو فولس يوسوها يعني مربي والله العظيمة انا غير نشدون نحلون نص كيف نقول لهم حاجة لولا وكلما نخرج من الامتحان وش نسمع عند الباب تعلم السيد غير وش قدرت ترو فولس بيلو فاس وحدة ترو وحدة فولس وحدة ضق يمشوا بهذا سيستم وهي خطأ تعلمنا كايين تقنية احنا علمناهم يخدموا بلو سيستم تعمل مفاتيح اذا ما خانتنش داكرة يعني نذكروا انه كي كنا يعني نحضروا الامتحان نشاهدة الباكالورية في مادة لغة انجليزية بشي قولونا يعني تلاميذ الكلام يعني المتداول بين تلاميذ يجينا زوج ترو معد وحدة فولس معد ترو فولس لازم نتبعوا هذا كترتين يعني عندهم يا زوج ترو زوج فولس يا وحدة بوحدة ما كاش منها كايين تقنية علش قلت لك الوحد لو كان يقرأ عام كامل لا عطينا النصائح لانه الحشية يجوزوا الأولياء كدر ما يتبعوا فينا ان شاء الله حنا وش نقول لهم في عوجانا حاجة اللولة ديري في بالك باللي ما يقدروش يعطولنا حاجة ما قرينهاش في المقرر عام كامل البرنامج شفناه وعاودناه ودرنا له مراجعة معد تالي يحترسوا وقرأ عام كامل بربي ان شاء الله اللغة بادي سيخ بخيز ما رحش يتفاجأ زوج التيقة في النفس كايين بزاف لنفسيتو مهزوزة شغول اللغة اجنبية معطالهاش معطالهاش أهمية السنوات اللي فاتو كيل حق درك ترمينال ما متوجهيه ما متعاونيه ما متمديرو المادة اللي يخدم بها يقعد دايما مهزوز يخاف أنا جامي نقدر نخدم في هاد المادة بكاش منها قريت بإذن الله تقدر وش لازم نديرو لازم نتعاملوا حاجة الليولة أنا دايما نقول لو كان النص تخدم النص ديالك بيان رح تخدم الوضعية الإيدمادية يعني لازم يفهموا النص يركزوا عليه احنا تعلمنا ويسي نخدموا بالمفاتيح كي يعطي لك النص دير في بالك باللي ما كأش منها تفهم النص ديالك كلمة بكلمة ما تقدرش بس احنا دايما نقوله عندك جملة فهمت فيها كلمة من الكلمات تقدر تدفيني المعنى تعال جملة صحيح ومن جملة هذا ما كان والأجوبة دايما تكون في النص مفروغ منها أربط نفسك أنا دايما نقولهم ما تشوفش بغابوغل وش تعرف انت أربط نفسك دايما بالنص أعلن لنفسك كل ما تمتجاوب ما كانش حاجة هاك ذابرك ما تديت جاوب قال أنا الأسئلة المباشرة دايما تكون مطاطة بالنص شوفي لو كانش تدوا الموضوع تعال الباكالوريا تعال إنجليش بين الأسئلة اللي حتكون نفسها يعني خدمنا عليها عام كامل ما تقدرش تتفاجأ بسؤال قال آه هذا جام يمدو هذا جام يشفتو